استشهد العشرات من الفلسطينيين في موصيبة اخرون اليوم جراء استمرار طائرات الاحتلال الاسرائي في قصف عدة مناطق في غزة لليوم التاسع والسبعين على التوالي حيث استهدفت بطائراتها وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة جبلية واقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددا من الشبان واخرجت النساء بقوة السلاح وسط اطلاق نار بشكل كثيف ولا يزال عشرات الشهداء والجرحة ملقونة في الشوارع ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليها لتقديم العلاج للجرحة ونقل الشهداء لدفنهم وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في غزة ان مئتي فلسطيني استشهدوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية جراء القصف الاسراري المستمر والعمليات البرية للاحتلال في مناطق عدة داخل القطاع لليوم التاسع والسبعين على التوالي يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه المكثف على غطاع قزة جوا وبرا وبحرا مخلفا الاف الشهداء والجرحة وسط اوضع انسانية كارثية مجازره وحشية يرتكبها الاحتلال بحق الغطاع والمدنيين في مناطق التوقل في اطار جريمة الابادة الجماعية اذ لا يزال الاف الشهداء والجرحة تحت الانقاط نتيجة القصف المستمر وخطورة الاوضاع الميدانية عشرة القرارات الجوية والقصف المدفعي شنها الاحتلال خلال الساعات الماضية مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع فيما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضرية مع قوة الاحتلال التي تحاول التوقل الى جبال البلد والمعسكر شمال القطاع كما تخوض عناصر المقاومة معارك ضرية في منطقة حجر الديك ومحيط خان يونس ومخيم البريج وسط قزة تمكنت خلالها من تكبد خسائر فادحة في صفوف الاحتلال ومقتل عدد من ضباطه وجنود واصابة العشرات وزارة الصحة الفلسطينية اشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع الى اكثر من عشرين الف شهيد وما يقاربه نحو ثلاثة وخمسين الف جريح فيما اكدت منظمات اممية وانسانية ان المرافغ الطبية في قزة اصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الاساسية اشتركوا في القناة